نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر افطارا جماعيا بمشاركة 700 متطوع من محافظات صعيدي مصر تحت شعار لمة الصعيدة اقيم الافطار في 7 محافظات هي بنسويف، المينيا، أسيوت، سهاج، قنة، الأكسر و أسوان تحت شعار لمة الصعيدة نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر افطارا جماعيا بمشاركة 700 متطوع من محافظات صعيد مصر بانسويف والمينيا وأسوت وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات والمؤسسات الأهلية للارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين نهاردة موجودين في صوهاج مع أكثر من 600 متطوع من سبع محافظات من محافظات الصعيد بداية من بانسويف والحد أسوان عشان نكون بنحتفل ونكون موجودين وبنسمن جهود المتطوعين اللي تمت على مدار شهر رمضان الكريم من كل الأنشطة اللي تمت سواء الكاراتين الغذائية سواء وجبات الإفطار سواء ملابس الكسوة نحن بنجي سمار جهد ومجهود متطوعين خلال شهر رمضان اللي بفضل الله قدرنا خلاله نوفر 20 ألف وجبة للمواصر المستفيدة والمستحقة في صوهاج هنا وقدرنا نوفر الحمد لله 5 ألف كارتونة غذائية للواصر المستحقة والمستفيدة وزيها عدد كثير وكثير في كل محافظات الصعيد بنحتفل بجهودهم اللي قدموها في خلال شهر رمضان وطول السنة اللي بيقدموها للأسر الأكثر احتياجاً في كل قرى الصعيد ولا يخلوا قرية إلا ما يكون فيها متطوع بيقدم إيد المساعدة لأي أسرة محتاجة لإحتياجات تلسية من خلال تقديم وجبات سخنة ومن خلال تقديم شرنة غذائية ومن تقديم معارض ملابس ومن خلال وصلات مية سبعمية متطوع النهاردة بنفطر مع بعض في لمة العيلة أو لمة الصعيدة زي ما بيقولوا ده الفطار التاني الكبير اللي بنعمله عملنا فطار في القاهرة ده تاني فطار لنا بنحتفل بالإنجازات اللي احنا عملناها في خلال شهر رمضان احنا عملنا ما يقترب من مية وسبعين ألف واجبة سبعين ألف كارتونة غذائية وزعناها كملنا في القوافل اللي بتطلع لإخواتنا في غزة وإحنا بنعمل كل حاجة دايماً فاكرينهم ودايماً شغلينهم إن شاء الله فيه شاحنة بالنسبة لصناع الحياة وفيه قافلة إن شاء الله متوقعة إما قبل رمضان أو قبل العيد أو بعد العيد مباشرة وخلال شهر رمضان المبارك عملت مؤسسة صناع الحياة مصر على توفير ثلاثمائة وخمسين ألف واجبة من ثلاثة وثلاثين مطبخاً في سبع عشرة محافظة بجانب تسليم الكارتين الغذائية لمائتي ألف مستفيد في جميع المحافظات كنا شغالين حوالي ثلاثين مطبخ من سبع عشرة محافظة لإنتاج أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف واجبة ساخنة يتم توزيحهم خلال شهر رمضان الكريم على الأسر المستحقة والأكثر استحقاقة ده تكريم لمستوعين السعيد من أسوان لبني سويف أسوان لأسر أنا سوهاج أسيوت وبني سويف المتوعين فعلاً تابعوا على مدار الشهر فحبنا نكون نعملهم تكريم بسيط ونجمحهم ونجمحهم في العالم الكبيرة ولم تكتف المؤسسة خلال الشهر الكريم بتوزيع الوجبات الساخنة والكارتين الغذائية وإنما شملت المساعدات توزيع الملابس على خمسة ألاف أسرة والخدمات الطبية والمساهمة في إقامة مشروعات صغيرة نهاردة متجمعين لأول مرة في محافظة سوهاج لإفطار السعيدة من بني سويف لأسوان بحضور حوالي ستمائة متطوع من كل المحافظات تغني على أكتر من أربع تلاف وكبة جاهزة للأسر وتتوزع في كل مراكز وقرى أسيط خلال شهر رمضان الكريم مؤسسة صناع الحياة مصر تعد إحدى المؤسسات الأهلية الوطنية غير الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين تحت مظلة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية ترجمة نانسي قنقر